يمسل المشاركون في هذه الجمعية العامة السنوية الرابعة عشر للمنظمة الإفريقية للمسوحات الجولوجية جميع دول الأعضاء بالمنظمة البلغ عددها عشرون دولة وتحتضن العاصمة تشادية أن جمينا عمل هذه الجمعية في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وخلال ثمانين واربعين ساعة من عمر الجمعية يناقش المشاركون مختلف القضايا المتعلقة بالتطوير نظام التعديد بجميع الدول الأعضاء ورحب رئيس اللجنة المنظمة للهفل بالوفود المشاركة في الجمعية التي وصفها بالمهمة وقال إن الجمعية تسمه لهم بالقيام أيضا بزيارات استطاعية لعدد من المواقع الخاصة بالتعديد وقال عبد الكريم محمد عبد الكريم إن الجمعية تتيه الفرصة لاكتشاف معالم بلاد تماي المختلفة ودع المشاركين إلى الخروج بنتائج يجني من خلالها جميع الدول الأعضاء فائدة حقيقية تتعلق بالموارد المعدنية وتشجيع الأنشطة المرتبطة بمجال الجيولوجيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة